موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من شبكة شام الإخبارية ونطالع في أبرز عنوينها وثيقة أمريكية مسربة تحدد جدولا زمنيا للحال السياسي في سوريا جاء في تفاصيل الخبر بحسب المعلومات التي احتوتها الوثيقة التي تضمنت موعدا لرحيل الأسد في أذار من العام المقبل 2017 فإنه من المقرر تشكيل لجنة أمنية من النظام والمعارضة في إبريل المقبل وإعلان عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين بالإضافة إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وبحسب الوثيقة فإنه سيتم حل البرلمان النظامي وتسمية مجلس تشريعي مؤقت واعتراف مجلس الأمن بالهيئة الانتقالية وعقد مؤتمر للمصالحة والإعمار في مايو المقبل وفي حزيران من عام 2016 رسولا إلى ديسمبر من العام نفسه سيتم سياغة دستور جديد قبل أن يتخلى بشار الأسد عن سلطاته وتغادر حلقته الضيقة في مارس آذار من عام 2017 لتمارس حينها الهيئة الانتقالية صلاحية تنفيذية كاملة لتجري بعد ذلك انتخابات برلمانية ورئاسية في آب من عام 2017 وتشكل حكومة جديدة في الشهر ذاته يتم الاعتراف بها دوليا ونقرأ في خبر آخر بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن 40 ألف لاجئ سوري سجلوا لديها في عام 2015 وقالت نداء ياسين المسؤولة في قسم العلاقات الخارجية لدى مكتب المفوضية السامية بالأردن إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في الأردن هو 633.5 ألف لاجئ منهم نحو 40 ألف سجلوا العام الماضي وأضافت ياسين للأناظول أن من دخلوا الأراضي الأردنية في عام 2015 بمعدل 3000 لاجئ سوري شهريا وجاء في خبر آخر السويد والدنمارك تشددان إجراءات المراقبة للحد من تدفق اللاجئين حيث دافعت كل من السويد والدنمارك عن القرار المتعلق بتشديد الرقابة على حدودهما للحد من تدفق اللاجئين في خطوة تتعارض مع سياسات اللجوء الكريمة التي طالما تبنيها جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقد في بروكسل وشارك فيه كل من وزير الهجرة والعدل السويدي ووزير اللاجئين الدنماركي ووزير الدولة الألماني والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة وذلك بعد اجتماع ناقش فيه قرارات اتخذتها السويد والدنمارك مؤخرا حول تشديد الرقابة على حدودهما ونقرأ أيضا في خبر آخر لماذا قتل تنظيم الدولة الناشطة نيسان إبراهيم حيث قالت صحيفة الجارديليان البريطانية إن مسلحي تنظيم الدولة قتلوا صحفية سورية كانت تتحدث عن الحياة اليومية في الرقة التي يسيطرون عليها مشيرا إلى أنها تهمت بأنها جاسوسة وأضافت الجارديان أن رقية حسان البالغة من العمر ثلاثين عاما قتلت في أيلول لكن خبر مقتلها انتشر الآن بعد الدعاءات للتنظيم بأنها لازلت حية وكانت حسان تكتب تحت اسم نيسان إبراهيم وتصف منشوراتها الحياة اليومية لسكان الرقة معقل تنظيم الدولة في ظل حكم التنظيم وتحت الغارات اليومية للتحالف الدولي ضد التنظيم ودرست حسان الفلسفة في جامعة حلب وأصبحت معارضة لنظام الأسد عندما بدأت الثورة ورفضت مغادرة المدينة ثم أصبحت مكان مراقبة من تنظيم الدولة بعد سيطرتها على المدينة اذ تم اعتقالها في آبا الماضي بتهمة التواصل مع الصحوات بحسب الجارديان وبالانتقال إلى صحيفة عينب بلدي نقرأ في أهم العنوين القنيترا تنتظر هدنة تشمل خمس قرى حيث كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن اتفاق مصالحة جديد في محافظة القنيترا شملت خمس قرى في إطار المصالحات والهدن التي يسعى إليها نظام الأسد في الآونة الأخيرة ونقلت إذاعة شام إف إم المقربة من النظام عن مأمون جريدة رئيس لجنة المصالحة في القنيترا أنه تم الاتفاق على إطلاق مشروع واسع وكامل وكامل يشمل المناطق والقرى الواقعة تحت سيطرة المسلحين وجاء ذلك إثرى تواصل بين أهالي المهجرين الموجودين في بلدة خان أرنبا الخاضعة لسيطرة النظام ولجنة المصالحة من جهة مع الأهالي الموجودين في قرى جبات الخشب، ترنجة، أوفانيا، مزارع عين البيضة وجرة الشيخ من جهة أخرى ونقرأ في عنوان آخر جيش الثوار لا علاقة لنا بالكردستاني وغايتنا قتال داعش والأسد حيث نفى عبد الملك بورد قائد جيش الثوار المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية أي علاقة تجمع فصيله بحزب العمال الكردستاني مشددا أن هدف فصيله قتال تنظيم الدولة ونظام الأسد على حد سواء وجاء أيضا الأربعاء في السادس من كانون الثاني وحيث أوضح برد في بيان حصلت عليه عينب بلدي الأربعاء السادس من كانون الثاني أنه لا يوجد أي اتفاق أو تنسيق مع البابكي أو أي أعمال قتالية أو تواصل وأن هدفه من هذا البيان هو توضيح ما تحاول إشعاته بعض الألسن الحاقدة وبعض الشراذم التي تلعب على أوتار متعددة كما نقرأ في خبر آخر صواريخ عنقودية تستهدف الغطى الشرقية وتقتل 14 مدنيا حيث قتل 14 مدنيا على الأقل وأصيب آخرون جراء غارة بالصواريخ العنقودية استهدفت مدن وبلدات دومة وزملكة ومسرابة في الغطى الشرقية للعاصمة دمشق الأربعاء السادس من كانون الثاني وأوضح مراسل عينب بلدي في الغطى الشرقية أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم جراء استهداف مدينة دومة بالصواريخ العنقودية من الطيران الحربي ظهر يوم الأربعاء الأمر الذي أكدته تنسيقية مدينة دومة واستهدف قصف مماثل المنطقة الواقعة بين مدينة زملكة وبلدة حزة المجاورة حيث يوجد باعة للمحروقات على الطريق وتسبب ذلك بمقتل نحو ثمانية مدنيين وإصابة آخرين ولفت المراسل إلى أن معظم الضحايا تعرضوا لحروق بالغة جراء الحرائق التي خلفها القصف وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نقرأ في العنوين الشرطة التركية تلقي القبض يوم أمس على قتلة الصحف السوري ناجي الجرف حيث جاء في تفاصيل الخبر ألقت الشرطة التركية يوم أمس الأربعاء السادس من كانون الثاني القبض على قتلة الصحف السوري ناجي الجرف وقالت مصادر مطالعة لصوت رايا إنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص مضيفة أنه قد يقام غدا مؤتمر صحفي بهذا الخصوص لتوضيح ملبسات الجريمة واستهدف مجهولون مساء الأحد السابع والعشرين من ديسمبر عام 2015 الجرف بإطلاق النار عليه في مدينة غازي عنتاب التركية باستخدام مسدس كاتم للصوت وناجي الجرف ابن مدينة السلمية هو ناشط وصحفي سوري معارض ومخرج أفلام وثائقية كان آخر أفلامه فيلم بعنوان داعش في حلب الذي وثق فيه انتهاكات التنظيم في المدينة كما يترأس مجموعة بصمة وهو أيضا رئيس تحرير مجلة حنطة الجرف من مدينة السلامية موليد عام 1977 متزوج وله طفلتان كما نقرأ في خبر آخر إعفاء المحامي العام الأول بحلب القاضي إبراهيم هلال حيث جاء في تفاصيل الخبر أعفى وزير العدل في حكومة النظام المحامي العام الأول بمدينة حلب إبراهيم هلال من منصبه بتهم الفساد وعين المحامي فاضل نجار بدلا عنه شهود عيان أكدوا أن المؤسسة القضائية بحلب منذ استلامه لها قبل ثمانية أعوام أصبحت بؤرة للفساد على الرغم من معرفة الجهات المسؤولة عن فساده تركوه يسرق ويهددون حسابه محامون أشار أن ملفه عرض مرتين للتحقيق وطلب وطلب إقالته في كلا الحالتين إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد تلقيهم اتصالات وتهديدات من القصر الجمهوري بطي الملف والقرار هلال كان معروفا لدى كل من تعامل معه أنه باب من أبواب الفساد الكبير إذ كان ينقل أي قاضي لا يطيع أوامره أو يدفع له نصيبه الشهري من الفساد حيث كان أكثرها وضوحا جدول التنقلات الأخيرة للقضاء استفاد من علاقته برؤساء الأفرع الأمنية بفتح باب رزق جديد من وراء أهالي المعتقلين والموقوفين بتهمة معارضة النظام وإسقاطه حتى جمع عشرات الملايين ومن لم يدفع كان يعمد إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية ومعارضته لهم وعدم تنفيذ إخلاءات السبيل لحين استلام المبلغ المتفق عليه وبهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة